هل بنقيم درجة خشونة الرجبة بالأشعة العادية ولا بالرنين أحسن؟ في الحقيقة الأشعة العادية بتكون كافية لتقييم درجة خشونة الرجبة وإحنا بنقسم درجات خشونة الرجبة لأربع مراحل على حسب شدة تأثر المحصل الدرجة الأولى فيها خشونة بسيطة والدرجة الرابعة بتبقى الخشونة متقدمة المهم أن الأشعة لازم تكون معمولة في الوضع واقفة وده شيء مش متوفر طبعا في الرنين المغناطيسي